يا استاذنا انت العلامة دي اللي هي العلامة المئوية اللي هي بنقول ان هنا ده مكان يعني مكان ده جوه ايوه فهو لما لقى العلامة دي هو مش فاهمها هو متعود يلاقي علامة العلامة دي بتقول له توقع هنا حاجة انت قلت له ايو برضو جانبى اس اه طبعا لازم اس مو اس دي الرجل لا 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 دي دا دي دا لكن هنا اه فانتر عملت الرن ونفس القصة هنا لو انت نقصك اس مش هتشتغل بس كده بسم الله اه اه 100 مية يعني انت نقلت خلط ولا ايه ولا كنت مستعجب لا انا اخدتها يعني كنت بدخل هنا ودخل هنا اكتب هنا طيب اوكي ماشي طب انت فاهم اصل لو مش فاهم مش هنعرف نبني عليها انا متأكد انت فاهم طيب خلاص خير فاهمت بقى فاهمت ايه يعني ايه اللي فاهمتوا من الكود ده انا كتبت ده الاول اول شوية دولشان فاهمتوا معي بقى يارت بس الحاجات اللي احباها كلتا جميل طيب هو اصلا كان ايه المطلوب كان المطلوب ان اعمل 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 كلاس للمونستر اعمل كلاس للمونستر وادخل فيها وانت عملت فعلا اه وادخل فيها اعمل لها لالهيلس يميل وليفنيشان لليسبيك وقلنا الليسبيك لسه مش نرف نكتبها فنكتب له يكتبوا خلاص طيب ماشي فكرت في حاجات تانية كتير بس حضرتك كتبك يعني السطر ده اعمل باك مدهولنا اصلا في الحصة اللي فايت ادفاعها موضوع يعني انا فكرت في حاجات تانية بس مرضيش اجربها بقى طيب اه ماشي فكرت انا حطها جوه جوه لوب حطها مثلا جوه وايل وعمل لها وعمل لها ست وعمل لها ست وحطها جوه وايل وعمل له النواة كلما يضربوا ضربة ينقص كذا بس ما ما فكرتش فيها يعني الفيكرة بس جات اول الفكرة كيف انما هي بس مرضيش اشتغل فيها لما فصا تبدأ اصلا مكتوب طيب اه اوكي print who is speaking name print the line of speech انت انت تبعب speech تبعب ال speech مريني كذا اي اوكي اوكي طيب ماشي 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 خلو خلو كتير اوكي طيب سؤال بقى هل في مانع ان احنا اه في السطق في مين اني كاريت مسلا عشر اوبجيكت من المونستر ده نعم مفيش ما يمنع صح نعم اوكي اوكي ماشي ماشي طيب لو انت فاهم خلص خلينا نكمل اوكي ماشي الحال طيب ماشي بس ازاي لها تخليه كل ما يضربه ينقص استنى طيب ارجع تاني الكود ازاي تخليه كل ما يضربه ينقص انا بقول لها حلو رجل افكرت احط اه طب هو فين الهيلس اصلا اه تيج دامج ماشي 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 افكرت اعمل مكان تيج دامج اشيل المسو دني اضط مكانها اه واي طب استنى بس طب ما هو انت ما هو كل ما يضرب حيروح منادي على تيج دامج والتيج دامج اصلا بتاخد بتاخد قيمة وتطرحها من الهيلس ايوا اخليه اقوله بقى ان انا ضربتك ازاي يعني هو يعرف من اين الوقتي ضربته فالمفولي نقص انا الوقتي مدهاله هنا في المان بقول له خد المونستر وان وحطه مكان وحطه انبوت في المكان اللي انا سايبه فاضي في السيلف انا بقى مش عايز اعمل كده انا عايز اه هو اوتوماتيك هو اوتوماتيك يعمل اه 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 ادرب ما هو البصدي انا عايز ادخله الخمسين دي ده ده مش بتاعه بس عايز اعمل بقى كود يعني انا كل يعني في حاجة كل ما عملها هو ينقص الى 20 دي او الخمسين دي مثلا تتكلم على مثلا كيبورد حرف في الكيبورد مثلا مثلا هو ده اللي أنا فكرت فيه عشانا مش حرف أعمله بربع فكرت أعمل كده بس ينفع بقى أصبع أحط ينفع أحط المسل جوه ويل صح طبعا ينفع ينفع تحطها جوه ويل وينفع تحط أن أنت تترقى إموت معين من الكيبورد جوه ويل وينت ترقى بالإموت ده هل هو مثلا سي مثلا هو بين أصلا وإنت تتكلم على الكيبورد مثلا كيو على حرف الكيو في الكيبورد أو الأي أو الجي أو الدي كدامج مثلا أو الهيت بلاش الديو بس لنخليها باسد أو لا يعني هتخليها سيب أو لا 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 هتاخد تيك دامج عادي هتاخد تيك دامج هتحطها بس هتستخدم إموت جوه ويل وتخزن الإموت ده مثلا في أي أن كان هتقول له مثلا إنتر مثلا حاجة في الكيبورد على الكيبورد وتاخد مثلا سجلها هنا الإموت مثلا إم مثلا أوكي وتعمل إف ستتمنت تقول إف إن بيساوي أوكي بيساوي بقى هيت مثلا إتش ماشي بس أنا أقول أوزم الشرار دي إن كنت عايز أقول لك إي آه آه لو لو الإموت بتاعك ده بيساوي إتش يبقى أنت تروح منديله على تيك دامج أوكي وممكن أنت حتى تقلل التيك دامج دي تخليها مثلا ينقص واحد بس يعني يعني خليها ينقص واحد بس أوكي وخط من الشروط بقى أنه يبقى أكبر من الصف وإن أنا أكتب له الحرف اللي أنا عايزه أو أوكي فأم وعمل له بقى ميساوي تانية يقولها لما 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 المونستر يجيب صف بالزبط كده بس أنا كده بقى محتاجة أزبطه بقى أنه في المرة الأخيرة في المرة الأخيرة ما ينقص شيء أكتر من الصف آه ده طبيعي أن أنت لازم يكون عندك حاجة هنا تمنتر بيها أن الوايل لو بتاعتك توقف لو الهيلس وصلت لصف خلاص يبقى كده أنت كده كسبت الوحش أوكي فالمفترض أنت تدخل مرة الأخيرة قبل وحش تاني آه محتاجة بعض التفكير لأنه آه أوكي آه سهلة آه ممكن تاخد هيلس كده خطاه في إنتيجر بره وتقول له المونيستر وان ماشي آه المونيستر وان آه جيت هيلس بتقدر تخزن الهيلس هنا ماشي آه وتقول طلامة الهيلس دي مثلا آه أجمر من الصفر لا لا مش قصدي ده ما انت قصدك ايه أنا دي ما فاهمها مه أنا عايز أخليه يعني أنا مسلا أنا عمل له الوقتي مسلا أنا عمل له تلاتين مه تمام شايل الخمسين دي وكاتب تلاتين تمام عيني وصل المرة أولا تلاتين التانية ستين التالتة تسعين الرابع مش هيبقى صفر هقوم كاتب لي تالي بعشرين صحي كميل يبقى أنت ممكن تخلي زكي إن هو آآ لو لأ إن هو ما يصغرش عن الصفر يعني لو لأ مثلا لو يعني روح للتاكدامج هو طبعا يعني دي حاجات أدفانست شوية بس ياشي قالينا نشوف ماشي تعال روح عن التاكدامج الفونكشن بتاع التاكدامج أوكي بص بقى سيدي التاكدامج ده هو على طول يعني أنت بتطرح مرة واحدة بتغير ما تعمل أي تشيك بس أنت ممكن تعمل حاجة ممكن تعمل إيه في ستيتمنت كده قبل ما تطرح وتقوله بتقوله إيه أنه لازم السيلف هيلث هيلث دي تكون أكبر من الدامج ما هو أنا أنت لوقتي مش عايز مش عايز تلاقي نفسك واخد ناقص عشرين أو بنقص مش عايز تلاقي الهيلث دي بنقص يبقى دائما لازم من السيلف هيلث دي تكون دائما أكبر من الدامج طب لو أصغر دائما إيه ترحطت طيب أنا هجربه أنا وإنت أنا عارف أنت هنكتي صح هنكتي من اللي أنا بقوله مش لسه معي أصلا أكبر أي أكبر من الدامج الهيلث أكبر من الدامج أكبر من أو بتسوي آخر مرة مش هيشتغل طيب لا استنى بس هايبقى تلاتين والهيلث عاش استنى بس استنى ماشي وأنا هقول الهيلث بقى كده رح حاطت السيلف ده مش كده بتسوي سفر آه أطرح هيلث نايس آه لا هصفرها بقى وخلاص هصفرها وخلاص من أني مش هعمل أعمليه الطرح ما هو إنهاش فايد أعمليه الطرح ما أنا عارف كده دامج أكبر ماشي ده بعض الزكاء اللي انت بتضيفه بقى على المضوع انت بقى أنا عايزك تتخيل أني انت بتعمل الكلام ده مثلا مع عشرة وانت مش عامل فأنت هتلاقي نفسك يعني مثلا عشرة منستر عملت تغير في كل ميست ليهم في مكان منفصل لو أنت عاملهم ميست العادية برا الكلاس لكن طالما أنت عامل مكان واحد لو غيرت فيه يغير في العشرة منستر فهي دي دي ميزة دي ميزة إن انت كده عدلت الكود خليته بقى يعني أكثر زكاء بس وانت كنا كمان عملت ايه return health خد بالك إن انت ممكن توقف يعني طالما أنت عملت return health كده بالمنظر ده ماشي يبقى أنا ممكن كل مرة نادي فيها take damage أعمل check إن الهيل مش بتساوي 0 وإلا وقف اللوب يعني مثلا إنت عملت تاخد اللوب جوه اللوب وتستنى من الرجل إنه take H طيب جميل هو take H لحد ما بقى health بسفر طب أنت هتستنى خلاص إيه خلاص إيه خلاص إنت عديت بقى القصة دي خلاص كنا إنت اللي استيش دي خلاص خلاصتها تاني ايه بس فقادي القادي الموضوع خيب أوكي خلينا نطلع أنا مش عارف وعبد الله مفوضة أنه قال عنده ظروف بس لقيته داخل بس مش عارف مش عارف دخل إزاي وإيه طلع وإيه طب هو ظروف لسه موجود أولا مش عارف صحيح آآ بسم الله دكتشور سري طب إحنا إنت فاكر آخر حاجة إحنا خدناها كانت إيه بالظبط أوكي إحنا إحنا ده أنت عملته بالفعل صح كده التاكدامج أنت عملته بس هو اللي أنت عملته أنت عملت الريتيرن بس ما تبعتش صح كده ما تبعتش ما تبعتش ما أنا عملتنه عملتنه بعدها اه ماشي هو يمكن هو هنا ما كانتش من كانت مع الديسكراي بس مش مشكلة خد بالك مش كل مش كل مش كل كلاس هيكون فيها نفس الريتيرن بنفس الأسامي بس آيا كان مش مشكلة يعني إنت عملت الريتيرن برضو ما هياش وحشة خالص لأن إنت ممكن تطبعها في المين بتاعك إنت فاهم الفرق ما بين الريتيرن والبرين إنت فاهم الريتيرن أنت كتبتها دي معناها إيه صح أنت فاهم دا ولا مش فاهم أنت نزلها تحت فين نزلها تحت فين نفسه طيب ممكن تفرجني تاني على 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 دامج بتاعك هل أنت مستفيد بالريتيرن ولا أنت فاهم يعني تستفيد بالريتير طيب روح على الكوب بتاعك بالإذن طيب روح على المين على المين بتاعتك المين وريني أنت بنادي هنا على التك دا مش صح الريتيرن دي أصلا بترجع حاجة هي فين الحاجة دي انت طلع لا مش طلع انت طلع طلع لما لديت على بس مش طلع لما انت نديت على التك دامج بص لما لما مست ترجع لك حاجة انت نديت على التك دامج وهي رجعت لك حاجة بس انت ماستخدمتها مستخدمتها انت تطيرتها في الهو انت فاهم يعني ايه ان ترجع لك حاجة وتستفيد بها فاهم دي ولا حيث دي صعبة ايو 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 طب استفيد بها ازاي يعني هي رجعت لك عملت لك او هنا فين اهي اهو عملت انت بقى استفدت بالريتيرن ده ازاي انت عرف فينين الريتيرن اصلا استفدت في اللوغل العادية ان انا بعمل الريتيرن وتحت بعمل متغير بقى اسجل في الكلام ده تمام يعني انت فاهم او تطبعها يعني عندك خيارين اطبعها مرة واحدة اه طيب ماشي طيب جميل بس انت ما عملتش كده صح لا اوكي هو مش غلط بس طبيعي انت لو عندك تيك دامج يعني لو عندك حاجة رجعة المفترض المفترض يعني ان انت انا عملتك زي ده ما احنا كدبين ده احنا كدبين ده في البيت كدبين بس البيت اخد بالك لا انا انا مش عايزك تنقل وخلاص لانه حتى الريتيرن ده غلط اصلا يعني مفهوض ما ترجعش حاجة يعني دن دن ايه دن اصلا دن مش حاجة اصلا نصول انها ترجع وتتبر اوكي انت طالما عملت ما انتش لازم ترجع دن خلاص دن دي قصة ما لاش لازم نهائي اوكي ولو انت مش هتستخدم السيلف هلس دي في حاجة الريتيرن دي مش هتستخدم ها في حاجة يبقى ما ترجعش لكن لو انت هتتضحى في المين او او حتى هتسجلها في ويبقى اوكي تمام بس انا مفيش فايدة عندي من انا عمل الريتيرن هنا كده وانا عندي اقدر نادي على الريتيرن وارجع الريتيرن هو كده كده سجلها في السيلف اه سجلها بستخدم السيلف بزر انا مش محتاج الريتيرن مش محتاج طبيعي كده مش محتاج يعني انه في وظيفة تانية للجيت انها ترجع لك الهيلس طبعا مش محتاج انا اي فاقش انا بقى دول بقى محتاج اه طبعا طبعا لان دول بيعملوا جيت دي وظفتهم انهم يرجعوا اللي موجود في النيم والسبيتش والهيلس اوكي بس خد بالك اوكي خلاص ما فيش مشكلة بس انت مطلوب منك تعمل الست انت ما عملتش الست يعني ما عملتش الست name هو مفترض ان احنا الطلب بتاعي ان انا اعمل الست والجيت يعني يبقى عندك لكل variable من دول بس هي كده كده يعني عمللها هنا بس دي خلاص مختلفة اوكي المفترض ان الخلاص بتاعتك عشان تكون كاملة الخلاص دي المنصر ده منفصل تماما عن البيت انت عايز تعمل كلاس جديدة خالص بتأدي وظيفة مختلفة عن البيت يعني ده حيوان اليف انت بتاع وده وحش في الابة الاتنين منفصلين تماما المفترض الكلاص بتاعك عشان تكون كاملة انا عارف انها بسيطة بس انا بعرفك انه المفترض ان الكلاص دي هيكون فيها ستة وجد اوكي امت اوكي ماشي خلص خلينا نكمل اغلب الاحوال لما بيكون عندك print لما بيكون عندك print كده انت ما بترجعش حاجة اوكي يعني هو هنا قل للهيلس وراح طبيحها وهنا speak طبعا وبس بس ما عملش اي return اوكي طبعا احنا كلمنا فيها واكيد واضحة صح جميل هو قال لك هنا المطلوب منك تعمل 3 monster objects ماشي تعمل 3 وحوش منفصلين واثنين فيهم ياخدوا damage تنادي عليهم take damage والثالثة يخلي يكلم ماشي طيب نتفرج انت وفترد ان انت بالفعل عملت حاجة شبه الكلام ده ماشي طيب انت عشان تنفذ المطلوب ده ايه ادي عملت التلاتة التلاتة وحوش واحد اسمه ديف واحد اسمه سارة واحد اسمه اجاي وكل واحد فيه بهلس مختلفة على التاني الطبيعي انه الوحوش اللي بتكون في مرحلة متقدمة تقعد تضرب فيها سنين عشان تموت ماشي في مشكلة من الكلام ده طيب واول اتنين اللي هو المونستر وارو المونستر تو ده نادى عليهم التيك دامج نادى ميسود اللي اسمها تيك دامج طيب الاخير نادى عليه سبيك اللي سبيك حيقول ايه حيروح طبيعي ده هل دي مفهومة او انت عملت حاجة شبه كده الله بس انا خليته يتكلم ويضرب وخليته لي تيك دامج صح عملت له تيك دامج وعملت رس بيك فيها سلوات ماشي اهو مش مش في كل الاحوال ماشي بس انت تقدر تزود واحد ثالث ومش كل الاحوال انت بفروض انه يعني حتنادي على كل الميسودس مرة واحدة يعني مش ده الطبيعي ان انت تنادي على كل الميسودس بتاعت كلاس مش كل الميسود حتستخدم في كلها في نفس الوقت بس انت اللي انت عملته ده انك بتعمل تيستنج للكود بتاعك مش اكتر لكن على حسب المطلوب حتنفس هو طلب منك تنادي تكتمش لل على الوبجيكت التلاتة تنادي الاسبيكت بتاعته وخلاص واضحة طيب اه اوكي خليني اشوف طيب انت عارف يعني كونستركتور كمعنى يعني بالانجليزي ولا لا يعني ايه الميسود اللي انت عملتها جوه الكلاس اللي بتعمل اللي هي بتمثل الكونستركتور او هو بيعمل الكونستركتور اصلا مثالي ده يبقى الميسود او يعني الكتابة الجوه نسيت انت ماشي طيب طيب انت تعرف احنا بالنادي على كونستركتور امتى امتى بتنادي عليه كونستركتور فاكر ولا ولا ناسي طيب ماشي سب بتيالي ما شفتش ال مسمعتش الفيديو ساعدتك ولا حتى فتحت السلايد ساعدتك ماشي مش مش كلا اوكي طيب بص ده هو الكونستركتور وبتنادي عليه مرة واحدة بس امتى لما نفذ السطر ده اول ما تنفذ السطر ده وتقول له كاريتلي من المونستر ده سجل الانبوت وخلاص اه وتحطهولي في اوبجيكت اسمها زومبي يروح من نادي على الكونستركتور وما يناديش عليه تاني خلاص طيب حينادي على كونستركتور تاني اه لو انت رحت انا قدر اعمل عندي كذا نسخة من الوحش كل نسخة بتتكرت بتتخزن في اوبجيكت مختلف فانا لما نادي على المونستر بصارة غير لما نادي عليها رضيف فهو هيكرتلي اوبجيكت بوحش اسمه سارة ماشي فحينادي على كونستركتور تاني تمام وانت ناديت على كونستركتور لمرة تالتة ببيانات مختلفة فحينادي على كونستركتور اللي جوه الكلاص وينفذوا ويدلوا بيانات مختلفة ويسجلوا تحت اسم اوبجيكت مختلف هل الكلام ده مفهوم يبقى انت عرفت فين كونستركتور خد بالك حبنبني على كل اللي فان فلو يعني لو انت بفهمتش يعني كونستركتور هتيجي توقف يعني هطلعنا بيك قدام هتلاقي نفسك وإفتر انا فاهم انت مزنوق بس يعني يعني مش عارف اقول له هلاك ازاي يعني يعني ده ما انا بتعب عشان اجهز لك الكلاس بتاعك يعني ايه مجهز وكل حاجة واقول لك ايه وماقول لكش ايه فبرضو انا يعني تخديرا منك يعني انه خد نص ساعة قبل الكلاس زي ما انت اخدت وقت عشان تتعمل الكود بص على السلايد مش هقول لك اسمع هو المفترض ان انت تسمع الكلاس يعني اللي هو الفيديو بس انا كنت دخله عشان هدف معي يعني كنت هدور علي في الفيديو طيب طيب هقول لك طيب خلاص جميل انا هوقف الفيديو ده وهعمل وهسج الفيديو مختلف عشان الفيديو ده تقدر ترجع له بايد على المقلاس خالص بس خلينا نخلص الجزء خليني نخلص السلايد ده انا هعلمك ازاي تستخدم الشات جي بيتي ان انت تاخد تخليه يعمل لك ملخصات مش ملخصات بس الفيديوهات اللي انا بقول لك عليها ده اي فيديو تاني وازاي تستخدمه خلاص اللي بتاع ده مهوش موجود في السلايد والله العظيم فعلا يعني ده السلايد ده ناقص انا مخاططوش انا كنت بقول لحضرتك انا تعريبا او مرش بقول السلايد لا مش ده اللي هو اللي هو مكتوب في ABCD A مسود و تقصد اي اللي فات ماشي ده انا اول مرة اشرحه انا بحطش اي انا بحط لك مطرح ما انا شرحت بس بس انا انا ما شرحتوش كمان في الكلاص ده انا شرحت في الكلاص الاولاني لما اتكلمنا على البيت اللي هو الحيوان القليل يعني المونستر ده مفترض ان انا مش بشرح الكلاص يعني مفترض انا شرحت يعني فهمني ايوا طيب جميل طيب خليني اقولك بقى تاني طيب احنا عرفت ايه الكونستر ماشي اخليني خلص بقية الاسلايد طيب ايه هو المسود تعرف مثال المسود المسود اللي تحت الكونستر عشان احنا اسمنا الكونستر في عنا يعني الجيت لا الجيت الجيت والسيت بيسميهم ستر وجيتر يعني هقولك انت عملت وعملت 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 دامج دول مزو ماشي اي حاجة فيها ست كده اول جيت دول دول خاص دول مختصين بس بانهم يقيم يغيروا قيمة الاتريبيوت او المتخز البوع قلاص او يجيب قيمته ياما يغيروا قيمته ياما يجيب قيمته فدول بنسميهم ستر وكتر ودول مختصين بس بالاتريبيوت طب ايه هو الاتريبيوت تعرف ايني هي الاتريبيوت اصلا الاتريبيوت هو الاتريبيوت المتخزين جوا القلاص طيب فين الاتريبيوت بتاعتك الل rotary متخزين جوا القلاص اهي التلاتة variable دول 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 اسمهم ماشي البيت كان فيهم اتريبيوت مختلفة ولو انا قلت لك يعمل كلاس للأوتيل او للفندق الاتريبيوت بتاعتك هتكون مختلفة ماشي بس دول بنسميهم اتريبيوت والسبيك بنسميهم جوا كلاس ماشي الست نيم والجيت نيم الستر وجيتر مفهوم الكلام طيب هننسى طيب ماشي خير اوكي طيب الداة بتاعتك طيب انت عارف الهول بروغرام يعني الداة ده بقى المين اللي هما مستجرين في المين فوق اللي هو كات اكوال لا بص الاتريبيوت هي الداة بتاعتك ماشي او بلاس لا استنى مش الاتريبيوت لو هما تحت تحت ال يعني اللي هما جوا الانستركتور صحيح صحيح ماشي ماشي هي دي الاتريبيوت مواد اصدي طمام صح زومبي بيساوي اوكي طيب الاتريبيوت تدخلتها تتخزن في الاتريبيوت هل دي واضحة ولا واضحة ماشي طيب الهول بروجرام يعني ايه الهول بروجرام طيب شعر البرنامج كامل سواء المين او الكلاس بتاعتك كلها على بعضها بنسميها الهول بروجرام يعني البرنامج كامل تمام في مشكلة في مشكلة ولا واضحة طيب اوكي السركة الشعر يعني ايتي تاني تاني سترك تشار واع هيكل هو أصلاً السؤال ده الثانية هو إحنا أصلاً ما جاوبناش على السؤال an object is a structure that contains يعني أوكي الobject بتاعي بيحتوي على data data والميسود ولا data والميسود ولا الهول بروجرام اللي بيقول الobject الobject بيحتوي على ال data صحيح ما بيحتويش الكلاص هي اللي بتحتوي على الميسود أنا شرحت حاجة مختلفة أنا شرحت الثلاثة بس أو الأربعة بس ما قلت ما جاوبناش إحنا على السؤال ففعلاً أنت كلامك صحي بتحتوي على ال data أوكي طيب السؤال لي فقط برضو أوكي طيب جميل to access the name of the monaster in the code which line is correct عشان دلوقتي هو عمل لك monaster جميل جميل طيب هي دي الطريقة الصحيحة بس هنتعلم بعد كده الخطة دي طيب ده جميل جداً خليني أروح طبعاً مش هنتكلم عنه ده عشان الأخ عبدالله هنلاقيه تعب مننا في النص لو إحنا شرحنا القصة دي بس المهم إنه في حاجة سماء inheritance ماشي دي حاجة فوق اللي إحنا درسناه طيب إحنا هنتكلم دلوقتي عن نوع من الكلاص مختلف ماشي الكلاص دي اللي هنتكلم عليها اسمها vehicle أوكي ال vehicle دي يعني من آخر مركبات مركبات جميل صح إنت دخلت فيها data وخزنتها في object اسمه car وروحت طبع ده وجبت من الكار الget name والget speed الاسم والسرعة ماشي ونادت على ميست اسمها drive طيب جميل هو بيسأل ده إيه يعني ألا هو هفلوك يقول الكود اللي هو ده مكتب عبر عن مثال ايه object ماشي هو بيقول لي أديني مثال الكلاص أديني مثال الobject أديني مثال attribute أديني مثال method يعني من الكود اللي انت شايفو ده طلع لي class وطلع لي object وطلع لي attribute وطلع method تقدر طلع class يعني أكتب كود class يعني لا يعني قولي السطر اللي في class أو ايه class هنا جميل والobject جميل والattribute الattribute اه حالي ايه الattribute عبارة عن data اه ال data ال bmw ال bmw ال bmw ماشي ماشي بس لا الattribute هو variable اللي انت كان يدت جوه class vehicle اللي هيتخزن في ال bmw والاربعة والمية وعشرين ماشي ده الattribute طب انت في النهاية هو خزن bmw دي جوه ايه جوه جوه ال name وانت جبت ال get name هنا فانت جبت الاتribute عن طريق الجتر يعني الاتribute هو ال get name دي يعني ال name هو ال attribute اه طبع ال name هو ال speed attribute برضو واضحة ولا طيب drive دي ميسو درايف ميسو اه ميش طيب هو قال لك يعني خلاص اللي احنا قلناه هو بيقول هنا ال vehicle هي ال class والobject هو ال car والاتribute هو دول الاتنين دول جميل هو get speed والget name باكده على بعضهم guitar وستر استنى باستنى هو لو بص هو تكلم على الget name هترجعه يعني انت لو نديت على دي هترجع ايه هترجع لك ال name ماشي لكن لو هو يتكلم عن المسود بس كده فهي دي guitar وستر يعني او هي guitar في الحالة دي انه هنا get speed وget name ماشي بس في النهاية لو هو تكلم بس ما هو دي هتعمل return هتلاقيها جواها كده مكتوب ايه return self dot name زي ما انت كده عملت ايه في المونستر بتاعك قلت له ايه رجع ايه قلت رجع return return قلت get health مش انت عملت geters بس قلت return self dot health ولا ما عملتش كده انت كتبتها بنفسك ففعلا لو احنا اتكلمنا على دي كده جوا class فدي guitar وستر لكن لو احنا ندين عليها بالمونزر ده جوا المين فهي في النهاية هترجعلي يا اما انه على حسب او speed ماشي فالdata اللي هترجعلي دي في النهاية هي attribute ماشي ايه يعني هترجعلي قيمة المتخزينة جوا جوا class مفهومة ولا دنيا مفهومة طيب طيب جميع اي constructor فاكر constructor طيب هو دا construct اللي هو الانت اتفقنا طيب بص هو عايز يعلمنا concept جديد انا مش هتوغل فيه بس هشرح حاجة يعني يقتبس من تمام هو قال لك تخيل انت فاكر احنا قولنا دا دا عبارة عن حاجة اسمها class diagram دا لما كون بعمل تصميم فانا بعمل بعمل representation لكل class بالمنظر دا كده هنا بقول attributes وهنا جميل طيب انا قلت ايه انا عايز يعني ايه عايز class with animal وها object bit صح لا انا عايز اعمل class with animal class تانية سمع bits ماشي وحرجع البيت بقى دي class تانية ولا دي object class تانية لا لا class تانية طالما خدت الشكل دا تبقى class طيب بص الحيوانات دي حاجة عامة خالص لكن البت دي معناها حيوان اليف طيب هل كل الحيوانات اليفة طيب جميع يعني الاعام ان انا اعمل class اسمها animal ماشي وجزئية من الحيوانات هي حيوانات اليفة جزئية صغيرة يعني مجموعة صغيرة من الحيوانات هي اليفة لكن الاعام لا مش كل الحيوانات اليفة مش كل الحيوانات ربيه جوالبيت يعني ما قدرش اقوله عنيه حاجة اليفة فاذا بص هو بيقولك انه class pit دي جزء من الكل اللي هو ايه الكل اللي هو حيوانات ماشي يعني انا عشان امس الحيوانات جوه الكود بتاعي لازم اعمل لها class منفصلة واسميها animal واقول ان الpet دي جزء من الكل جزء من الحيوانات يعني عمل لها class جوه class لا مش لا لا استنى انا مش بعمل لها class جوه class انا بنشئ class اسمه pit وبنشئ class اسمه animal واربطهم ببعض اعمل لهم هما الاتنين اربطهم بس لا لا الاتنين بعملهم import فعلا بس بربطهم ببعض بطريقة هنتفرج عن رابط ده طيب هقول لك مثلا اللي انت لسه class اللي انت لسه عاملها اللي حتفرج معناها من شوية انت تعرف ان الجوه البيكل دي اصلا ممكن اقول ان الطير يعني هو الكاويتش نفسه ممكن الكاويتش نفسه لوحده يكون class طيب هل الكاويتش هل الكاويتش ده جزء من العربية ولا مش جزء جزء من العربية لانه في تفاصيل كتير ايوة 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 يعني طب ماشي لو جينا اخد كل حاجة في منها كتير وعملها افصال بالزبط لانه تفاصيل كتير لانه فيها تفاصيل كتير لو انت كاريتها في class العربية بس البيكل بس هتلاقي الدنيا كبرت منك قوي كل حاجة تبقى منفصلة بنفسها ماشي وده هيساعد وهيخلي الدنيا تقدر تعملها كنترول وتقدر تحسن منها ولما تحسن مثلا من البيت مايقصرش كتير على الانيمال وحنتكلم عن القصة دي بس المهم ان انا عايز اقولك ان الكون ده بنسمي انهاريتان تمام ولما نعمل او اتريبيوت جوه الانيمال البيت يعني مثلا ايه لو انا قلت هنش كات او دج كبيت يعني قطة او كلب كحيوان اليف ماشي فاذا مش لازم اكتب لهم name وspecies جوه الكلاص اللي اسمها بت لان انا هقوله ان البيت دي جزء من الانيمال فبالتالي البيت دي تقدر تستفيد من الاريابل او الاتريبيوت اللي انا عملها للانيمال فبالتالي قللت الكود اللي تكتبه يعني مش كل بت هتعملها هتكريت لها variable name وvariable species لأ استفيد بالvariable اللي انت كريتتو في الانيمال ده name وspecies طبعا انا عارف ان الدنيا مش هكون واضحة اوكي فعشا كده هقف هنا طيب واضحة بنسبة ايه كلمة name وspecies دي ان انا البيت دي هتستخدم الموجودة جوه الانيمال واضحة بنسبة اديه 20% 30% ماشي اوكي المرة الجاية نكمل ان شاء الله اوكي نقف هنا وخليني اقول لك اديني فيديو مثلا لاي مادة عندك انت اخذتها اا اشتركوا في القناة